هذا وانطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في أنحاء الجمهورية وتستهدف المبادرة تقديم خدمات شاملة سواء في الصحة أو البريد أو التعليم وغيرها من الخدمات في شتى أنحاء الجمهورية انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة المبادرة الرئاسية تصل لجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر وستستمر فعاليات المبادرة لمدة مئة يوم تحت عائد فخامة السيسي عفتاح السيسي من خلال المبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ويمكننا نقضى في مطوح مجهزين لهذا الموضوع من استعدله من خلال كل المبادرة وكل الأجهزة الخدمية محاوره الأساسية الصحة والتعليم بعد كده الباقي كله بيجي سواء ثقافة اجتماع خدمات الباقي هيبقى سهل لو أنت بنت إنسان صحيته قويسة على قدر كافي من التعليم هتقدر تصقف المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشرية من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عن طريق تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الخدمية بجميع المحافظات مدرية شباب الرئيسة مشتركة في الاستفاف بنموذج من ولادنا ركيب الدرجات الهوائية ودية مبادرة الوزارة دركتك صحتك وتحضر للأخضر المواطنون من جانبهم أشادوا بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتقديم الخدمات لهم كافة المبادرة الرئاسية تهتم كذلك بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل وترتكز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية